من الشبورة بيتنا نقصف في عشرة عشرة نقصف في عشرة عشرة بيتنا من حد ما نقصف بيتنا وإحنا في المدارس وبعدين من كثر النزوح على المدارس أجيت اضطريتي إني أجي أسكن في بيتي وهذا من فضل ربنا علينا يعني نصبرنا وتبتنا على هيك الإشي وإن شاء الله ربنا يجيب اللي في الخير والحمد لله على كل حال إحنا والله قاعدين إحنا هايكو زي ما انتم شايفين هاينا بنفطر وبنعمل تحت المطر هاي المطر بمطر عينا وإحنا قاعدين وعلى أكلنا فيش إلنا دارة فيش إلنا حاجة نقعد تحتيها ومضطرين نقعد فيها لأن المدرسة ما فيها يعني فيش فيها نظافة زي البيت فيش فيها يعني فيش فيها راحة نفسية زي ما انتم قاعدين في البيت فبنضطر إنه يجع بيتنا وقاعدين هانا بعجن وبخبز وبحمم أولاده وبنعمل كل إشي في بيتنا وبننام نقعد فيه رغم الخوف برضه بنام نقعد فيه لأن إحنا بنلقي أحسن مقوى إلنا وبنحنقله تاني إحنا عدد أسرتي تمن تنفار أنا خمس بنات وولاد وأنا وجوزي تمن تنفار عايشين أسوأ أيام حياتنا في رمضان هان لأنه غير عن أيام رمضان الفاتت رمضان الفاتت بقى يعني الوضع أحسن من هيك بكثير يعني الأشياء بتشتريها أرخص من هيك هيك صارت الأشياء غالية كثير وإحنا من نسبة إلنا وضعنا كان قبل الحرب سيئ فبعد الحرب صار أسوأ مع قصف البيت كمان الله بإعلم في حالنا وهينا الحمد لله عايشين على التكيات يعني أنا هاي هذا العدس جبته من التكية والحمد لله على كل حال يعني الحمد لله أنا كنت قبل رمضان يعني لما نبيج رمضان زي زي أي ستة فلسطينية بقى زي بيتي بقى البسط بقى البسط أولادي بس الحمد لله برضو إحنا برضو يعني ما بننساش لنا الشهداء واللي قلنا ناس اتضمرت ناس طلعت نزحت من دورها فرحانين في رمضان بس مش قادرين نفرح زي ما فرحنا السنة الفاتت لأنه حاجات كتير فقدنا الحمد لله بتمنى من الله هيك ربنا يوقف لنا أولاد الحلال وتخلص الحرب اشتركوا في القناة